وفي نفس السياق وعقد مؤخراً بمدينة بلتن حضرة وادي فراء الاجتماع الشهري حول الصحة وذلك بهدف التقييم الأوضاع الصحية بالإقليم ومعرفة نقاط الضعف والحسين النور بهدف النهود بإقليم وادي فراء وسير العمل بطريقة مرسومة جاء الاجتماع السنوي للجنة الإقليمية للعمل بوادي فراء تمحور الاجتماع حول تقييم حسينة العمل التي قامت بها اللجنة قلال سنة كاملة لمعرفة الجوانب العجابية ومواطن الضعف وربطها بالعام الحالي 2017 هذا وعند ترأسه فعالية الجلسة التشاورية للعمل مدير مكتب حاكم إقليم وادي فراء محمد موسى جمر طلب من الإداريين وجميع الفائلين الاقتصاديين بالمنطقة العمل سوياً من عجل النهود بالإقليم كما دع المنظمة العاملة ميدانياً إلى المضي قدماً من عجل تنمية الإقليم وعند اللجنة الإقليمية للعمل بوادي فراء تسعى إلى تسهيل كافة السعوبات التي تواجه الإدارة المحلية كما ناشد رئيس اللجنة الإقليمية بتكاسف الجهد حتى تكون اللجنة مثالاً يهتزى بها في كافة الأقاليم ومن المؤكد فإن تكوين مثل هذه اللجن داقل الأقاليم سيساعد في تنسيق وسير العمل بطريقة أفضل